السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى الله وسلم على محمد بسم الله اليوم ان شاء الله عندنا يعني مراجعة للغة نكمل هذا المحادثة باستعمال هذا مراجعة لصفحة الثمانية وخمسة اللي هي قاعدة الواز والور او اشي بنعرفه اشي الواز والور اي تجمع الام صح وهي وشي تجمع الاز اللي هو الفيرب تو بي وذي وي يو تجمع الار بالماضي ام واز تتحول اتصير واز الار تصير ور اوكي تصير اي واز هي واز they were we were تمام او نفي تصير wasn't او weren't number one اي وير وعندنا يو يستردي الضمير يو مع ايش يو يجي مع ور فنكتب وير وير يو يستردي فهنا انت بنقول وير وير يو يستردي طيب يستردي يعني بالماضي وعندنا ضمير يو قلنا اليو يجي مع الور بذين اي اتسكول اي دام انت اجي مع ام بس هم يبوينا بالماضي الام بالماضي شا تصير اي واز اتسكول النفي نو يو هه نفي ومع يو قلنا اليو شوفوا وير النافي تصير يو وير انت ومحنت اوكي هنا يو ات دامور يو وير يو وير ات دامور هنا اذا انتو حفظت الضمائر هذي مع الوعز ولا وير نقول خلاص تصير سهلة بادر 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 هذا وشو اسم ولد يعني نفس هي يعني نفس هي والهي بالماضي تاخذ ايش واز فنقول بادر واز باست انه افضل طالب في الصف نو رد علي قال لا ها عندنا نو مثلا بجيكم كذا بالاختبار اول شي بنشوف انها نو يعني يا وير انت يا واز انت عشان كذا اخترنا فيها النات طيب بنشوف الضمير اللي هو هي اللي هي تيجي معه الواز فنقول واز انت فنقول واز انت نكتب هنا واز انت عادل عادل يعني ولد والهي حق ضمير الولد فبنقول واز عادل واز يعني عادل اللي كان شاطر ثري اي اي هاو لونج ذا تريب تو ذا زو هاو لونج اي كم مكان مدة الرحلة لحديقة الحيوان شوف هنا عندنا ذا تريب يعني مفرد فبنقول ايش هاو لونج واز ذا تريب تو ذا زو ايت الات مكتب تانا ات هنا تجي مع الاز اللي هو يعني ات واز ات نستعملها لغير العاقل يعني للجماد وللحيوان وهنا عندنا ذا تريب الرحلة فنستعملها كانت ساعتين شوف هنا جمع كيف كانت فبنقول ايش كيف كان شكل طائر الطيور اللي البقبغة ذا ها جمع عندنا ذا يشوفوها ذا يت مع ايش اللي هي الار تصير ور ذا يوير ذا يوير ذا يوير يعني كانت فابيولوس 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 يعني كانت مرة مدهشة amazing او great ذا يوير ذا يوير كانت طيوري المفضلة فور هاو ايبريثين ايبريثين يعني كيف كانت الامور فنقول هاو واز ايبريثينك ات ريسترينت وال دا فود عندنا فود مش انها فود سنجلر مفرد مش بلورال جمع والدفود نقول واز ديشز الذي بطيقين في الخدمة يعني يعني مفرد فبقو سيرفز واز فاري سلو كانوا بطيقين في الخدمة اكسرسايز بي complete the conversation نكمل المحادثة with the sentence from the box من الجمل اللي في الصندوق هذا جورج اول سؤال شوفي هنا عندنا جواب it was wonderful يعني كان يسئلة عن حاجة فبنقول هنا شوفوا هذا how was your trip to london كيف كانت رحلتك في لندن رد عليه عماد قال it was wonderful كانت رائعة جورج to who did you go with يعني مع من أنت ذهبت my parents والدي and my brother وأخي جورج what did you do there ماذا فعلت هناك شوفت did يعني بكون الجواب للماضي عماد we visited شفتوا لاحظتوا we visited ليش هذه ماضي لأن السؤال جا فيه did we visited we visited all the site يعني زرنا جميع المناطق and we went ذهبنا شوفها the winds هذه ماضي it's the past for go الماضي ماضي لكلمة go to the British to the British ذهبنا إلى بريطانيا الميزيوم يعني المتحف البريطاني جورج for and then what was it like كيف كانت it was awesome يعني كنت رائعة five جورج so you had lots of fun يعني ما رحت كثيرا قال oh yeah نعم we had great time مضينا وقت رائع six show me your photos sometime يعني ورني صوركم رد العماد I didn't take any يقول أنا ما صورت شوفينا لاحظ didn't نزلت لنا عندنا بالنفي شوف شكل فعل والفعل ساب قبل برزنت تيك ما قال توق لا I lost my smartphone يقول أنا فقط شوفوا lost أنا فقط I lost my smartphone أنا فقط جوالي and forget my camera ونسيت كامرتين exercise write your schedule اكتب جدولك then compare with partner وقارنه مع زميلك هنا الday الايام نكتب Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday السبت والأحد والثنين والثلاثة والأربعاء والخميس والجمع what you هنا لاحظ last week نتبه هنا last week يعني what you did يعني نبغى كل الأفعال to the past tense يعني في زمن الماضي what your partner did يعني ماذا فعل زميلك الأفعال نحولها للماضي أنا كتبت لكم هنا عشان خط شوي يصير أوضح هذا الايام هنا عندنا الأفعال طبعا الأفعال بتكون بالماضي read مو بريد لا read story يعني قرأت قصص في يوم الساتردي studied math ذاكر الرياضيات went out خرجت برا played games لعبت ألعاب went to the park يعني ذهبت إلى البارك read قرآن great قرآن went shopping ذهبت التسوق visit visited my grandfather أو grandmother زرت جدي أو جدتي stayed at home بقيت بالمنزل أوكي عندنا هذا الأفعال ممكن cleaned ما يروم أني أرتب قرفتي يعني أي فعل بس حولوه للماضي عندكم الأفعال اللي في صفحة 66 ممكن تفيدكم بس أخذوا اللي ماضي أوكي طبعا هذه الأفعال هنا أو تقول زميلك هنا تمام أي what did you do on Saturday أحيب يسئلونك على الأيام what did you do on Saturday ماذا فعلت في الساتردي يلا بنشوف حنا بالساتردي سوينا read story طرأة القصة يسيل الجواب مثلا I hang out with my friends how about you ماذا عنك وزميلك مثلا يسئلك مثلا what did أهم شيء did what did you do on Sunday ماذا فعلت في الأحد I studied math أنا درست رياضيات وهكذا يعني السؤال بالماضي والجواب يكون الفعل فيه بالماضي next week يعني الأسبوع المقبل هنا نفس الشيء عندنا الأيام نكتب Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday طيب what you are going to do ماذا سوف تفعل going to يعني سوف ماذا سوف تفعل هنا المطلوب أفعال بالبرزنت يعني بالمضارع لأن لي going to بتكون going to going to الفعل بعدها عادي بدون إذاقات هنا go shopping ذهبت إلى التسوق play tennis تنس ألعب تنس go to park ذهبت إلى المنتزه study English أو study math cook pizza cook pasta cook donut أي شيء visit my grandfather زرت جدي أو visit my grandmother جدتي watch TV read story هذه الأفعال تكتبونا هنا وهنا موجه لك أنت what you أنت ماذا فعلت ماذا سوف تفعل وهنا what your partner is going to do ماذا سوف يفعل زميلك تقريبا نفس الأفعال تحطونا هنا تحطونا هنا عادي نفس الشيء شوفوا هنا what are you going to do on Monday طبعا هنا أنت بتحطونا الأيام Saturday Sunday Monday مثلا إحنا كتبنا go to park what are you going to do on Monday نشوف الفعل إحنا سوينا في Monday شو سوينا I am going to هذه ثابتة وبعدين الفعل I am going to go to park أو I am going to study English أو I am going to watch TV طبعا الفعل بعد بدون ولا إضافة كيف يمكنك أنك تستطيع أنك تتذكر write your answer اكتب إجاباتك compare with partner قارن مع زميلك one what did you wear yesterday وش كنت لابس yesterday هنا تكتب اللبس لاحظ فيها did يعني الجواب بيكون بالماضي افتح لصفحة ثلاثة ثمانين A G 3 تلقون هنا عند الماضي يعني الأفعال الأساسية هذا الشكل الأساسي سمونا present لما نقول مثلا فعل بدون إضافاتك يقصدون هذا وهنا عندنا الماضي البسيط هذه هذه التصريفات الماضي نكتب هنا ماضي يلا الحين بالسؤال اللي موجود هنا كان عندنا عندنا wear يعني يرتدي هنا war يعني بتقول i war وتكتب لبسك اللي انت كتبت مثلا إذا ثوب بيجاما تشيرت pants عندكم صفحة الملابس اكتب هنا اللبس أهم شي عندنا موجودة في السؤال الفعل في الجواب نصرفه إلى الماضي where تصير war question number two what time did you go to bed last night شوف عندنا دد ماضي و last night ماضي يعني بتقول إيش i went to bed at i went شو ما نقول قولة i went to bed last night وتكتب الوقت مثلا أتي 11 12 كم ساعة أنت نمت three what did you eat for lunch yesterday ها الفعل عندنا eat تصريف في the eat تصير eight eight كانها رقم ثمانية eight i ate for lunch yesterday وتقول أو مثلا تقول i ate في وجبة الغداء يعني i ate مثلا وجبة غداء كشكلت مثلا كبسة ماكورونا باستة شكلت يعني في الغداء و number four who was the first person من هو أول شخص you talked كلمت أو تحدثت إلي two on the phone today من هو أول واحد كلمت أنت بالتليفون تقول he was إذا بنت بتقول she was وتكتب اسمه يعني هي كان زي ما تقول هي she was my sister ولا he was my father ولا he was my brother على حسب يا شي he yeah he بعدين was لأنه بالماضي يعني اللي انتكلمت من هو five what was the last thing ما هو آخر شيء you يعني انت شريتها آآ باي انك شريت الماضي لها مرة ينطقونا بات ومرات ينطقونا بوت فشو التيتشر شلون طريقتها يعني في بعض الكلمات يخربطونا فيها مثلا حنا مثلا متعودين بوت بوت بس لما تشوف الترجمة بلا بس لما تشوف الترجمة ولا يقول يوبا يوبا يقول كوشو آخر شيء شريتها في المجمع مثلا the last thing it was طبعا بتقول it واز لانك تتكلم عن شيء جماد فبتقول it واز مثلا تكتب بدرس انا فستان او مثلا comb comb يعني مشط او مثلا perfum perfum يعني عطر وشو آخر شيء هذه الاسئلة اذا انت كنت شيء تتذكرها يعني وشو آخر شيء انشريتها six what was the last film you on tv وشو آخر فيلم انت شاهدته بالتي في بالتلفزيون مثلا it was وتكتب بعنوانه او ممكن تقول i don't remember i don't remember يعني انا لا اتتذكر e now till another classmate about your partner's answer يقول الان اخبر زملائك بالصف عن اجابات زميلك عن اجابات زميلك هنا عندنا اس اس الملكية يعني انه يمتلك هذا انها اجابات زميلك عندنا صفحة 74 74 to reading before reading قبل القراءة what is your favorite place in your town why يقولك ما هي مكانك المفضل في المدينة ولماذا ما هو مكانك المفضل في المدينة ممكن هي تقول my favorite place is the mall my favorite place is bar كان منتزه ولا المال يعني سوق my favorite place is the school المدرسة my favorite place is the club نادي ومثلا my grandfather house يعني بيت جدي my favorite hangout place يعني مكان المفضل للتمشية my name is water tan اسم هذا الولد water tan i am from i am from alberta canada هذا alberta مدينة في canada my favorite hangout يعني مكان المفضل للتمشية place is the west edmonton mall يعني سوق edmonton هذا اسم مجمع عندهم west edmonton west edmonton west معناها غرب the mall المجمع is one of the largest يعني هو اكبر شيء largest 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 يعني هو اكبر شيء in the world اكبر شيء في العالم and it is a tourist 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 it is a tourist يعني هو مكان سياحي attraction 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 يعني مكان يجذب السياح attraction t i o n منطقة attraction attraction يعني مكان يجذب السياح there are eight hundred stores 800 محل stores a hotel يعني فيه فندق and one hundred and ten one hundred ten one hundred ten restaurant فيه مية وعشرة مطاعب it has amusement 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 it has a amusement مش ميزيوم المتحف لا amusement 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 park يعني منتزه للعب او منتزه للتسلية ترفيه نلاحظ هنا عندنا an هنا عندنا a وشو هذي هذي يسمونها article شوفوا ا وان زي ما نقول حنا ال الشمسية وقل القمرية هنا a تيجي مع كل الحروف ما عنده حروف العلة an تيجي قبل حروف العلة اللي تيجيكم بالوجه هذي اللي هي o u e a و i هذي خمس الحروف هذي اذا عندنا اسم يبدأ اسم مفرد بس اسم يبدأ بهذه الحروف عندنا هنا a يصير قبلها an شو هذي هنا a هنا لا an with forty seven different rides different rides يعني different rides ركوب الخيل او جولات مختلفة swimming pool يعني بركة السباحة with the sand beach sand beach يعني رمال الشاطئ and ice ring شو هذي هنا ice شو هذي قبلها articles جات and ice ring يعني ساحة تزلج and aquarium aquarium يعني احواض سمك aquarium aquarium شو بلاحظ هنا بعد الان ها عشان في هالكلمة تبدأ باي مني تشور مني تشور كورس يعني زي ملعب القول بس انا يجيك مصغر ساحة مصغرة but but my favorite place yeah ولكن مكان من فضل is the video arcade 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 يعني صالة الألعاب ممكن هي التي تشور تسألكم arcade يعني الصالة ممكن يارد او بليس المكان الساحة I was كنت there with friends last weekend بلاحظ هنا الفعل شو هنا was ماضي ليلة للاست ويكن يعني نهاية الأسبوع الماضي أنا كنت هناك we walked مشينا around to see if there were any new games كنا هناك نشوف انتمشى إذا فيها إذا فيه ألعاب جديدة before we started playing كانت مشى ونشوف إذا فيه ألعاب جديدة قبل أن نلعب we spent the whole afternoons قضينا قضينا فترة الظاهيرة هناك there before we decided قبل أن نقرر it was time to get something to eat قبل أن نقرر أن نأكل نأخذ لنا شي نأكل something to eat I شو بناحظ هنا كانت الأفعال كلها ماضي 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 لأنك كانت تكلم عن حاجة بالماضي طيب ما قالوها بالماضي ليش شوفوا اللي قبلها to to هو الفعل حتى لو أنت تكلم على شي بالماضي إذا قلتوا لا فعل يجيب يعني بدون إضافات وله ماضي I wanted وريد to try vegetarian food أبغى أجرب الأكل النباتي the people who they don't eat chicken ميت اللي ما يأكلون اللحم والإدجاج some of them بعض المرات هم ما يأكلون حتى الإيج البيض وبعضهم متشددين زيادة بعد they don't eat honey العسل عن أي شي فيها حيوانات أو شي حي ما يأكلونه but my friends ولكن أصدقائي wanted to go to a new Italian restaurant ولكن أصدقائي يريدون أن يذهبوا مرة ثانية you wanted to go مسارة النماضي يريدون أن يذهبوا to a new Italian restaurant يريدون أن يذهبوا إلى مطعم إيطالي I like different kinds of food أحب الأكلات المختلفة and many Italian dishes don't have meat وكثير من الأكلات الإيطالية ما فيها لحم so I agreed وأنا وافقت agree معناها موافق عكسها opposite disagree we worked in يعني مشينا but there were no tables ما كان فيه ولا طاولة في المطعم it was really crowded كانت جدا زحمة crowded what is the opposite of crowded empty فاضي empty empty so we decided قررنا to go to the Chinese restaurant رحنا المطعم صيني near the arcade arcade اللي هو قلنا ساحة الفيديو ساحة الألعاب but it was closed ولكنها كانت مقلقة what is the opposite of closed وش عكس closed اللي هي open they all looked at me they راجعة لفرينز أصدقائي يقول أصدقائي كلهم looked at me يعني يطالعوني أنا as كأني if it as if it was my fault وكأنه غلطي fault معناها غلطي دايما نسمع بالأفلام it's not my fault يعني هذا مش غلطي أو this is your fault هذا غلطك خطأك anyway عموما we went ذهبنا to the food court يعني ذهبنا إلى ساحة الأكل they got أخذوا sandwiches or noodles المكرونة نوع من النوع المكرونة and I got salad وأنا أخذت لي صلطة so everyone was happy ونصرنا happy عكس الهبي sad حزين real talk hang out place يعني مكانة تمشي a place you like to spend time at شمعنات hang out يعني مكان you like تحبه to spend تقضي وقت هناك ممكن كده مثلا نجيب لكم بالاختبار hang out place شمعنات hang out place يعطنون لكم place you like ولا place you don't like مكان ما تحبه أو مثلا place you eat there مكان أنت تاكل فيه سي كده after reading بعد القراءة compare compare يعني قارن your favorite place قارن مكانك المفضل waters favorite place يعني مكان waters المفضل اللي قاعد يتكلم في القطع لقبل what do you think ماذا تعتقد يعني قارن بمكانك أنت المتفضله مع صاحب القطع اللي هو والتر مثل ممكن ممكن I think my place is more wonderful يعني مكاني أكثر من رائع أو ممكن تقول his place is very crowded noisy يمكن هو مكانا مفضل إنه يحب السوق إنه مزعج ودائما زحمة I don't like the crowded place أنا ما حب الأماكن المزدحمة I don't like the noisy place أنا ما حب الأماكن المزعجة read the text نقرى الموضوع and answer the question ونجيب على هذه الأسئلة where is Walter from من أين والتر عندنا في السطر الأول he is from Albert Canada من مدينة Albert في كندا two what is the name of his favorite hangout place شي سمي كان المفضل his favorite hangout place is the West Edmonton Mall يعني سوق Edmonton question number three how large is that mall كيف كبر المجمع what kinds of shops ما هي نواع الشبز المحلات service خدمات and other other facilities 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 يعني ما هي المرافق الأخرى في السوق does it have يعني السوق هنا إت راجع للمول المحلات يقول ماذا لديه من المرافق أول شي عن حجبة يقول it is one of the largest mall يعني هو يعتبر من أكبر المجمعات in the world في العالم it has eight hundred store uh hotel فيه ثممية محل وفندق وone ten restaurant وفيه مطاعم and وفيها an amusement park يعني محلات اللعب swimming ball بركة للسباحة an ice crank يعني مكان لللعب أو الساحة اللعب تزلج an aquarium يعني إحواط السمك a miniature golf course يعني محل لعب القولف مصغر and a video arcade وساحة للألعاب question number four what is walter's favorite place in the mall ما هو مكانه المفضل في المجمع يقول his favorite place in the mall is the video arcade يعني ساحة اللعب five what did walter and his friends do last weekend ماذا فعلوا في نهاية الأسبوع الماضي يقول they went to the video arcade ذهبوا إلى ساحة اللعب then they went to get something to eat وذهبوا ليأكلون شيء number six what did they want ماذا يريدين to eat ماذا يريدين to eat ماذا يبني أكلون what did they finally eat وش وآخر شيء هم كلوا كان مكتوب إنه يجرب أكل نباتي walter wanted to try vegetarian food كان يجرب طعم نباتي but his friend wanted to go to a new Italian restaurant أصحابه يبون يروحون لمطعم إيطالي then they wanted Chinese food بدون راحوا المطعم الصيني but the restaurant was closed ولكن المطعم كان مقفض finally وأخيرا they ate أكلوا sandwiches noodles and salad كالو صندويش ومع كورونا ومكورونا ومكورونا وصلطة c tell your partner أخبر زميلك what happened ماذا حصل to walter and his friends ماذا حصل لأصحابه when they try to get something to eat عندما حاول هو أصدقاء أنهم يأكلوا لهم حاجة هنا أنك أنت تكلم عنهم فبتقول they walked أنهم ذهبوا إلى المطاعم but there were no table ما كان عندهم طاولة it was really crowded وكان في زحمة so they decided to go to the Chinese restaurant بدأ قرروا راحوا إنهم المطعم الصين وزي كده يعني near the arcade جنب الساحة but it was closed وكان مقلق they all looked at him كل بهم شافوا as if it was my fault وكأنها قلطته anyway they got أنهم أخذوا اللي هو ساندوشيز أخذوا ساندوشيز ونودلز وصلاة and everyone was happy نلاحظ أن الأحداث اللي نتكلم عنها لزمن الفعل كلها بالماضي ماضي ماضي لأنك أنت تتكلم عنهم إيش صار لهم هذه فكرة السؤال وصلنا الفقرة الثالثة الكتابة think about a time when something funny or unexpected happened بقول لك فيه بوقت أو موقف إنه كان مضحك أو unexpected happened يعني شيء غير متوقع to you الليك أنت and your friends الليك واللي أصدقائك write a story اكتب قصة about it اكتب قصة عنا and read it to the class واقرأها للصف أوكي بقول لكم موقف وحاولكم تكتبونا مثلا إذا عجبك الموقف لكم تعيدونا للفيديو وكتبوه جملة جملة عشان يكون واضح لكم ندل هنا أول شيء موقف عندنا مضحك an embarrassing moment يعني لحظة محرجة embarrassing moment happened حدثت to me حدثت لي two weeks ago يعني قبل اسبوعين أو مثلا تقول one week أو two month أو one month أو one years ago يعني قبل سنة I went ذهبت نلاحظ هنا في هذا الأحداث لأنك أنت تذكر لك موقف قديم فكل الأحداث بتكون in the past في الماضي I went يعني أنا ذهبت with my هنا أنت على كيفك friends هم طلبوا في الكتاب أصدقائك فعادي مش مقيدين تبتقول مثلا my friends مع أصدقائي أو family عائلتي أو sisters أخواتي brothers إخوتي and they stayed in the car يعني هم قاعدوا في السيارة هذه تختارهم بس واحد يا أصدقائي يا عائلتي يا أخواتي مو كلهم لا طيب I walked يعني مشيت inside ice cream store يعني أنا رحت داخل في محل ice cream and I put واشتريت four ice cream cups وشريت أربع أكواب من ice cream after that وبعد ذلك I wanted أريد to come back to the car come back أرجع to the car للسيارة there was كان هناك a car سيارة parked مقفة that looks exactly the same that looks تبدو تماما بالضبط تشبهوا هذا same تشبه سيارتنا I opened فتحت the door فتحت الباب and quickly وبسرعة sit قلت let's go هيا بنا to another store هيا بنا إلى المحل الآخر then I realized ثم I realized انتبهت that weren't my ما كانوا my اللي شفت اللي أنت اخترت منهم هذولا قولها هنا ما كانوا my friends أو my family ما كانوا عائلتي I said قلت sorry اعتذرت قلت آسف and I closed the door وسكرت الباب باب السيارة and run وابتعت أو هربت try 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 وحاول to find my وكنت أحاول أن أجد my نفس اللي هنا ذكرته مثلا اخترت family فأقول my family my family my family to find my family لأجد عائلتي and the ice cream started وال ice cream started بدأ to melt بدأ يذوب نلاحظ هنا melt ما حطيته بالماضي to melt ليه لين قبلها to كنا دائما مكرر to فعل بعده ب present ما نحطه بلاب الماضي ولا في إضافات to melt الايس كريم بدأ يذوب and I try to eat the four ice cream وأنا أحاول أنا أكل أربع الايس كريمات quickly يعني بسرعة أو بدأ قول faster يعني أنا قاد أكلها بسريع أو إني faster اختار واحدة من الكلمتين كلها تناسب and my ثوب مثلا إذا ولد بيقول my ثوب أو إذا بنت بدأ قول and my عباية العباية العباية تي هنا اختاروا ومحنهم إذا ولد اختاروا واحدة منهم إذا ولد بيقول my ثوب إذا بنت بيقول my عباية got dirty got dirty يعني اتسخت بالايس كريم and the people والناس looked at me والناس ينظرون إلي it was very embarrassing moment كانت لحظة محرجة finally وأخيرا i found my family مثلا أنا بديت بالفاميلي خلاص كل أقول family وأخيرا وجدت عائلتي أو مثلا find my cousins قاربي ولا find my friends أصدقائي but without ice cream ولكن بدون ice cream and dirty ثوب أو dirty عباية مع عباية متسخة والموقف الثاني one day يوم من الأيام i went with my ذهبت مع my father يعني أبي أو my family عائلتي أو my friends أصدقائي أو my cousins أقاربي هنا اختاروا الشخصية اللي انتوا رافقتها to store لمحل near to our house محل قريب من منزلنا we stopped توقفنا at stop light يعني إشارة المرور أو traffic light يعني إشارة المرور تختارون هذي أو هذي عادي كلها صح and when it opened وعندما opened يعني افتحت الإشارة المرور there was fast car كان هناك سيارة مسرعة fast car hit our car صدمت سيارتنا the accident الحادث was small الحادث كان صغير was small damage يعني الحادث كان استدام صغير fortunately 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 يعني الحسن الحظ أو اللحظة الجيدة في هذا الموقف fortunately they were كانوا our old neighbors كانوا جيران القدماء old neighbors before قبل ten years ago قبل عشر سنوات it was unexpected happened يعني كان موقف غير متوقع طبعا أثناء التعبير نلاحظ نحن نطبق نلاحظ نحن نطبق بعض الغرامر اللي أخذناه زي هنا they يجي بعدها ور لأنه جمع هنا it was يعني أنا أتكلم عن الموقف it was المفرد ياخذ was it was وأغلب الأحداث أو مفردات الأفعال كلها بالماضي in the past لأنه في شيء نتذكره قديم now move to seventy six صفحة ستة وسبعين seventy six صفحة ستة وسبعين shant long هنا عندنا صفحة انشودة number the verses إنو رتب هاذا الverses my dream vacation يعني عطلة أحلامي I am flying I am flying I am flying يعني أنا محلق أو أطير to a place لمكان cross the sea أعبر البحر I am going أنا ذاهب I am going أنا ذاهب to a land لأرض of van city van city يعني مكان خيالي روعة مثلا great أو fantastic بعدين هنا one رتب هنا one two three my bag حقيبتي is backed حقيبتي I have got my ticket أنا أخذ تذكرتي I am not coming back أنا مني براجع for a long a long time لوقت من الزمن forget all my worries أنسى كل همومي worries يعني قلق أو المشاكل problem problem يعني المشاكل leave my cares يعني leave my cares behind يعني أترك وظيفتي خلفي have a lot of fun الكثير من المرح that's the first thing on my mind أول شيء يكون في بالي mind يعني ببالي أو بعقلي أن الكثير من المرح هذا one two I am finally here وأخيرا هنا here feeling so fine أشعر بتحسن waiting in line أنتظر بالline يعني الخط الانتظار to get my bag اللي أحصل على حقيبتي hat and glasses لابس قبع ونظرات I feel so free أشعر بحرية هنا free ممكن تقولون with no problems or things يعني ما في عندها أي مشاكل ولا يفكر في شيء no cars ما في سيارات no noise ما في زعاج this is really me هذا حقا أنا I am lying in the sun مستلقي تشمز feeling the ocean breeze يعني أشعر بعبير الشاطئ ocean ocean يعني الشاطئ breeze يعني عبير الهواء يكون خفيف هوا كذا خفيف عبير يسمونه عبير going for a swim أذهب للسباحة in the deep blue sea في بحر أزرق عميق deep يعني عميق t-shirt t-shirt لابس لقميص and sandals و sandals تكرمون i feel so free أشعر بحرية no phone ما في تلفونات no tie ما في ربطة عنق that's the way i will be هكذا سأقوم ممكن هي التيتشر تسألكم did he take a boat or did he fly هل هو أخذ في رحلته قارب أو إنه فلاير طيران how do you know كيف عرفته طبعا أنه he flow هو طير take a plan because كيف عرفنا أنها بالطيران لأن هنا كاتب waiting in a line أني أنتظر بالانتظار to get my bag أنها ينتظر إلى حقيبته waiting in a line to get my bag ممكن السؤال الثاني how is the person هذا الشخص كاتب هذا الكلام how how is the person اللي كاتب هذا الكلام feeling كيف شعوره بنقول happy and excited هو سعيد ومتحمس how do you know كيف عرفنا أنه سعيد ومتحمس which word ما هي الكلمات اللي حنا قلناها الحين and tell you more about the way he feels أخبرتنا الكثير عن مشاعره زي هنا عندنا forget all my worries إنه ينسى كل همومه ومشاكله وهنا leave my cares behind إنه تارك وظيفته خلفه have a lot of fun الكثير من المرح هنا عندنا my dream vacation إيش معناها my dream يعني هل هو حق إنه راح لا بنقول because عندنا هذا الكلام إنه describes the man's idea يعني أفكار الرجال of a perfect vacation هو قاعد يخطط على رحلة جيدة perfect vacation lingual man's idea of a perfect vacation the words نصل لهذه الكلمات from the chant الكلمات اللي موجودة في الشانت يعني الانشودة with their meaning مع معانيها dream الحلم يعني dream شوف see good plan good plan for one's future يعني التخطيط الجيد مستقبل شخص good plan for one's future where is where is يعني القلق e problems يعني المشاكل come back يعني يرجع معناها return يعني يبي يرجع هو يقول أنا ما بي أرجع breeze 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 يعني لفيف عبير breeze light wind light wind يعني هوا light يعني خفيف free free يعني حر with no problems يعني ما عنده مشاكل or things to do ما عنده شي يسوي ما عنده مشاكل ولا أنه يسوي شي حر tie tie اللي ربطة العنق clothes you wear ملابس ترتديها around your neck قطعة ملابس ترتديها حول عنقك your neck يعني عنقك comprehension answer yes or no the man is dreaming الرجال اللي في الشانت is dreaming يحلم about his vacation يحلم عن vacation إجازة بنقول yes صح he is going by plane plane هو ذاهب بطائرة صح yes he doesn't have a ticket ما عنده تتكت تذكرة no عنده تذكرة his clothes ملابسة are in his suitcase يعني ملابسة في الحقيبة yes five he is coming home soon هو بيرجع قريبا no هو ممخطط يبي طول هناك six fun is the last thing on his mind ان المرح والتسلية ان المرح واخر شي يفكر فيه his mind no هو طول اكت بيفكر في الوناسة he usually wears a tie to work يعني هو يربع هو دائما هو دائما يرتدي tie ربطة العنق في شغله yes الواضح انه دائما يلبس tie عشان كذا هيقول قاعد بدون tie eight he is going to a beach هو ذاهب الى beach كانت احلامه انه يتكلم انه رايح لشاطئ yes هذه الاسئلة ما في اجوبة محددة يعني كل واحد بيكون جابتة مختلفة عن الاخر what are some of the things ما هي الاشياء that the person is happy to get away from وش الاشياء اللي ذكرها هذا الشخص اللي بالانشودة هو سعيد انه تركها discussions يعني احنا مناقشة ممكن نقول هو ابتهد عن noisy الازعاج الحزن الورد القلق او sadness question number two do you feel the same when you go on vacation هل تشعر بالنفس الاحساس لما تكون انت vacation في اجازة why why not اذا نعم لي لماذا واذا لا لماذا بنقول يس نشعر الواحد يشعر بارتياح حب وناسة yes I do نعم كذلك يعني الواحد لما يطلع relaxing to me يعني هي تعتبر الراحة لي او انجوي والتمتع three where do you want to go for your dream vacation اين تريد ان تذهب لعطلة احلامك describe the place او صف المكان I want to go مثل beautiful beach تبغى تروح لشاطر جميل the sea is wonderful ان البحر رائع the place is quiet and beautiful المكان يكون هادئ و جميل ممكن بدل البيتش الشاطئ نقول I want to go beautiful desert صحراء جميلة هادئة clean breeze يعني هواء نظيف no noise no cards no phones ما في جوالات ما في سيارات